موسيقى قعدنا كتير مشتغل يعني الاول على السكريبت الاول قعدنا فترة نشتغل عليه وبعد كده في الكاستنج وبعد كده تحضيرات التفاصيل اللي عايزين نعملها في المسلسل وبعدين دخلنا صورنا فترة كبيرة مش كبيرة او بس فترة كبيرة واحلى حاجة ان احنا صورنا يعني ما سبناش ايام كتير ما بين التصوير والتصوير فكنا كلنا عايزين نخلص بلتو كنا عايزين نشوفو طبعا قريت الكتاب بتاع بلتو فن الاوتاب الاول وبعدين قريت السكريبت وبعدنا اشتغلنا وبعد كده حضرت بقى تحضير الشخصية بتاعي اللي بعمله مع اي شخصية يعني لسه في حلقات وموجودة ولسه رأيي الناس لازم يبقى على فكرة العمل كاملا ما ينفعش من وجهة ناظري يعني ان احنا نقول ان في حاجة نجحت قبل ما تكمل زي ما ما ينفعش ان احنا بنحب بنا يدم غير لما نعرفه كويس فلسه العمل بيكمل اتمنى ان الناس على قد ما هم حابين من غاية دلوقتي يحبوا بقية الحلقات ويتعلقوا بيه اكتر واكتر وده حاجة تبسطة انا مش خايف من حاجة ومش متواضع انا بقول واقع الحقيقة دايما احسن من كل الحاجات دي بصي ردول افعال والناس اللي بعثتلي سواء جوه الوسط الفني او براه كانت حاجات يعني خارجة عن الخيل ومش قادرة حتى اقولك اسم اسمين لان فيه كتير ده حصل وده كانت حاجة بسطاني جدا كمان ان انت تبقى حاجة كويسة لما تحسي كمان ان الشغالين معاك في نفس شغلانتك وناس كبيرة وناس مهمة وناس نجوم واصدقائي من الوسط ان هم نجوم وجامدين واجمد مني باليوم مرة كمان فرحانين ليا فدي حاجة بتبسطني جدا خطوة خطوة المسلسل انا مش بطل وما بحبش فكرة البطولة لان انت عشان تقدر يتقولي على حد ان هو بطل موجود ده لازم يبقى حد اثبت نفسه اكتر من مرة ونجح في اكتر من حاجة وهو موجود دور رئيسي فيها بعد كده الناس بتخشي له السينما نقدر نقول ده بطل ليه جمهور لكن انا عملت مسلسل دور جنبي فنانين جمدين عملنا حاجة الناس حبيتها فانا مش بطل اصلا لسه بيحط عليك بس حمل ان انت تتركزي اكتر لما يجيلك دور اي مكان نوعه وتشتغليه كويس عشان تفضلي بتحتري من الناس اللي حبتك انا بحب كتير من زمان يعني بحب استاذ محمود مورسي بحب استاذ نجيب الرحاني بحب استاذ فؤاد المهندس لو حاليين يعني بحب ناس كتير جدا ونفس امسل مع ناس كتير جدا يعني لو حعمل حاجة مع استاذ عدل الإمام حبقى في قمة فرحتي لو حشتغل مع استاذ يحلف الخراني حبقى في قمة فرحتي لو كان استاذ نور الشريف موجود وعملت مع حاجة كنت حبقى طاير لو استاذ محمود عبدالعزيز موجود كنت حبقى عامل معاي حاجة كنت حبقى طاير من الفرح كل فيه فيه كتير عندنا جمدين اوي 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 مصر طول الوقت فيها كده يعني تخيلين لو كنت اشتغلت مع استاذ احمد زكي مثلا كنت حبقى عامل اززاي فما منفعش اقول حد فما بيبقى فيه ظلم ان انا عايز اشتغل مع الناس كلها ونعمل شو اللي جامد ونطلع حلو الاستظراف عمره ما هيودي الكوميدي حتى لو صاب فمرة بس بعد كده حتملي لانك هتبقى هو هو طريقة الهزور خفت من ده وقلقت منه بشكل او باخر ان انا بقى لطيق يعني بس طلطة في نفسي وعشان كده قررت ان انا اشتغل على الشخصية نفسها عاطف في اعمل ايه وما يعملش ايه مش اقصوم حيهزر ازاي او في حاجات كتير كنت انا ممكن اقولها افهات وحتبقى حلوة جدا بس مش هتبقى عاطف هتبقى يعني هيبقى انا بهزر لكن مش عاطف مفروض حيعمل ايه في الموقف ده عندنا ان شاء الله تغيير جوا باذن الله مع النجمة من الشلبي والنجمة ايد نصار اخرجوا سيد زمري مبعوف وعندنا بطن الحوت مع النجمة محمد فراج واستاذ باسم سامرة واستاذ سامح انور واسماء ابليزيد ان شاء الله ان شاء الله يعني مش عارفين حيبقى في رمضان ولا لا بس ده برضو بصوروا حاليا يعني مش كوميدي بطن الحوت مش كوميدي خالص اخرجوا استاذ احمد فوزي صالح تغيير جوي خفيف شوية في حاجات لايط يعني حلوة ان شاء الله لها مش مرتبط وما فيش مواصفات الفتاة احلام الحاجات ما فيش مواصفات فيه فيه واحدة ابت ارتحالها وخلاص فرحانين اكتر مني طيرين من الفرحة والدي و والدتي و اختي و اخوي اكتر مني كمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة